العناية بالفم والأسنان خاصة تكون على طول السنة وخاصة بشهر رمضان حيث كاينوح الفكرة خاطئة هو أنه بعض الناس كيخافوا من أنه غسل الأسنان بالفرشته ومعجون الأسنان كتبطل الصوم هذي فكرة خاطئة حيث بإمكاننا نعتني بالسناد ديننا مع شرط عدم بلع أو مرور أي شيء عبر الحلق نحن كأطباء أسنان كنصح الناس بأنهم يخسلوا سنيات ديالوم بعد وجبة الفطور وبعد وجبة الصحور خاصة حيث الإنسان يبقى مدة طويلة هو ما يتناولش الأكل وما يشربش الماء وبالتالي فإن الفم دي الإنسان يتعرض للجافاف ويقدر يعطي تكاتر البكتيريا اللي كتسبب تسويس أو أمرض اللتا نحن كأطباء الأسنان كنصح الناس باستعمال فرشات الأسنان وكذلك خيط الأسنان ومطهيرات الفم المعروفة بليبان دوبوش وبالنسبة للناس اللي كيكونوا نساوه يخسلوا سنيات ديالوم في خلال الليل بإمكانهم خسر الأسنان غيب الفرشات واستغناء عن معجون الأسنان إلا خافوا عندك يدوز المعجون الأسنان عبر الحلق بالنسبة للناس اللي كي نساوه أنهم يخسلوا سنيات ديالهم بالليل بإمكانهم يخسلوا سنيات ديالهم في النهار ويمتنعوا أو لا يستغنوا عن استعمال معجون الأسنان إلا كانوا يخافوا من أنه يبطل الصوم ديالهم كذلك نصحهم استعمال سيواك خلال فترة النهار وبالليل خلال الأكل كان نصح الناس أنهم ينقصوا من استهلاك السكريات وأن التغذية تكون متنوعة وأنهم يحترموا الوجبات وما يكلوا شي شي حاجة ما بين وجبة ووجبة وأخيراً اللي خاصة الناس يعرفوه هو أنهم يقللوا من استهلاك السكريات بأن التغذية تكون متنوعة ومتوازنة وأنهم مخصوم شي يكلوا ما بين وجبة ووجبة للحفاظ على صحة الفم والتقليل مع عدد البكتيريا اللي كتكون عندنا في الفم ديالنا